موسيقى 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 يهلا فيكم من جديد يطالب العديد من المواطنين والمختصين بالحد من ظاهرة استمرار تكدس العديد من السيارات التالفة والمهملة في عدد من الأماكن في العاصمة الرياض داعين لإيجاد آلية جديدة تتبناها الجهات المعنية بشكل يضمن الحد من تكدس هذه السيارات خصوصا أنها باتت تشكل خطرا أمنيا وإلى جانب مساهمتها في تشويه المنظر العام للمدن وأثرها البيهي خلونا نتابع هذا التقرير اللي عد لأن زميلنا عبد المحسن التميمي يحول هذا الموضوع بعدها بنفتح ملف نقاش موسيقى 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 حينما تتجول في أحياء العاصمة يلفت نظرك وجود زيارات عفة عليها الزمن متوقفة أمام منزل أو على أرض فضاء وحينما نطلق عليها سيارات فإنما نطلق عليها ذلك تجاوزا إنما هي غالبا إما بقايا سيارة أو أطلالها هذه الأطلال من السيارات هناك أسباب وراء وجودها كما أن هناك بعض السلبيات الناتجة عن وجود مثل هذه السيارات أثناء البحث عن السيارات التالفة وجدنا هذه السيارة وكانت المفاجأة ما تحمله بداخلها بعض المواد التي تستخدم في تعاطي المخدرات ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالسيارة من الداخل تبدو وكأنها مهيئة للجلوس لفترات طويلة للسيارات التالفة قصص لا تنتهي فأحدى السيارات المهملة كانت تشك على حدوث أضرار للمنازل المجاورة بعد وقوع حادثة حريق يعني أنا أشوف أن السيارات التالفة أو القديمة تسبب ضرر وفي بعضها تستخدم استخدمات سيئة أنا قبل فترة عند البيت سيارة لها فترة واقفة لقناها يعني صار فيها حريق تقريبا كممكن تسوي أذى في المنطقة أو شيء بس الحمد لله ونتمنى أن الظاهرة دي معدر شوفا أول شيء اللوم أصحاب المراكب أنه يسيب موتره ويخليه فترة طويلة ما يعني يشيك عليه أو يصلحه الشيء الثاني والذي هو أهم من البلدية البلدية لو تشد حالها بالأمور كان لان نلقى الظاهرة تجمع سيارات خربانة أو سيارات مصدمة أو إلى آخره يعني ظاهرة انتشار السيارات التالفة في المدينة ليست بالحديدة فشوارع العاصمة تعاني من تراكم هذه السيارات منذ عدة سنين قديمة عبد المحسن التميمي شكرا لتواجدك معنا أهلا وسهلا حياك دكتور منظر مثل هذا المنظر اللي شفناه في التقرير سيارات تارفة سيارات مهملة تراكمت عليها الأغبرة شوهت المنظر العام للمدن غير أنها شوهت المنظر العام للمدن وصال الموضوع صارت أوكار أوكار لتعاطي المخدرات كيف تشوف تأثير أو خطر مثل هذه الظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم أنا طبعاً أشكر قناة روتانا على ملامسة هذا الموضوع وهذا الموضوع يشغل جميع المواطنين بكافة شرائحهم اللي حاصل أن هذه الظاهرة طبعاً ليست جديدة ظاهرة قديمة جديدة طبعاً كم الدكتور؟ نعم والأسف حتى القوانين الأخيرة التي صدرت من المرور وبعض الجهات الرسمية لم يصدر شيء حول موضوع سيارة التالفة الموقوفة عند المنازل أو الشوارع الرئيسية ولكن أنا أستغرب هي جهتين المسؤولة عن هذا الموضوع أنا صورناه فعلاً البلدية والمرور فجهتين مختصرات يعني يفترض أنه فعلاً يجدون حل سريع لها لأنها مخيفة ووقوفها أمام المنزل أو أمام الشارع يعني تظل بؤر فساد للمارة والسكان وغيرها وتظل يعني السيارة تعتبر قنبلة موقوتة في أي وقت صحيح ما تدري وش اللي يحصل فيها ولا تعرف وش اللي المقصود من وقوفها ولا تعرف من هو صاحبها وهل عليها وما عليها من بلاغات وغيرها ولكنني أستغرب أنا يعني في موقف ما قبل أكثر من سنة استدعيت أحد رجال المرور وأبلغ دون وحادث سيارة واقفة لها مثلاً تقريباً حوالي شهر نص شهرين ويواقفة ويواقفة يعني فطبعاً مريبة هي وداخلها أوراق وداخلها أشياء يعني موقفلة شكراً فجاب رجل المرور والله أنا تواصلت مع المرور واللوحة معليها يبلاغات تظل يا أخي هذه مية سيارة ما يتبع الشارع اللي نسكن فيه مثلاً وتظل إحنا وامثالنا عندهم نفس المشكلة هذه فيفترض أنه يعني تجدون حل خلاص مر عليها أسبوعين ثلاثات تحط عليها استيكر تشيلها البلدية يوضع حل هذا جانب الجانب الثاني أنا تصورنا فرصة لو المستثمرين لو أراد بعض المستثمرين استغلال هل الوقت بعض منهم خلنا أخذها من الجانب اللي نقول الإيجابي بعضهم يسافروا يتركها وما يجد حلول أخرى أنه يركن سيارته لمدة إجازة شهر نصف عند بيته يركن حتى عند بيته مشوه يا استادي إيه لا يبقى يسافر أسبوع أسبوعين وقف سيارتك عند بيته لا البعض ماتت أسبوعين ثلاثة ستة شهور ما تعرفه وشو يعني وتظل أنها مشوه وتظل أنها مريبة وتظل أنه لا تعرفها صاحب السيارة هو هو فعلا عنده خروج عوده هو لأنه صال له الظرف ماء ولن يرجع تظل السيارة يعني وقوفها يعني مشوه وغير مطمن أنا أقول فرصة للمستثمنين يعني أنا أذكر في بعض البلدان الخارجية فيه مواقف مضلل وعليها حراسات وعليها أي واحد يسافر يوقف يعني زي مواقف مثلا المطار هذا المطار المسافر لكن واحد يسافر بالباص واحد يسافر في طريق الباخري يسافر بطريق ما يرغب أنه يوقفها بالمطار يفترض أنه فيه مثلا أو أن الدولة أو البلدية فيه أعراض حكومية كبيرة وتأخذ عليها رسم سيما يأخذها أو يعني تعطيها من الباطن في عقود المستثمرين حيث أنه فعلا يوقف فيها يعني حلها بسيط ما تصور أنه بعض السيارات ثرى يعني واضح أن تعرضت إما لحوادث سير يعني وصارت تالفة أو أنها خبطت هالسيارة وصار موديلة جديم وتلقى رعيها حطها في أي مكان وتركها الأمر اللي يعني مؤلم حنا قلنا قد تكون هذه السيارات بعضها مشبوهة مشبوهة من هي والمؤلم لقى أنه بؤر هذه المحلقة وهذه الكلام أنه حتى زمين عبد محسون يصور هذا التقرير يعني وجد أثار تعاطي المخدرات داخل هذه السيارات داخل هذه السيارات نعم يعني كأنكم أوجدتم لشباب أو كارن يعني يقوموا فيها بممارسة هذه التصرفات الخاطئة بعيدة عن الأنظار نعم فتوقع أنه لازم يكون فيه يعني سريع يعني دكتور هالموضوع يحتاج كل هذا التعقيد وأننا ما لقناه حد للخير أجهتين هي البلدية والمرور هذه ناقشنا زيادة ناقشنا موضوع السيارات السليمة المركونة أما السيارات المصدومة وعليها حوادث يا أخي عن طريق السيارة تعتبر هوية عن طريق رقم الهيكل ورقم اللوحة يستدلون عن صاحبة أنا عن طريق على الوسيلتين هذه أقدر أوقف خدمات مثلا كفيل الشخص أو نفس الشخص أوقف كل خدمات والحد ما يبعث حل وعطيه فرصة مثلا أسبوعين ثلاثة وبعدين أتصرف أن يشيلها وأضيف عليها غرامات ووقوفها عدم تجاوب الشخص تشويها للمنظر الآم يعني تظل أنها شكل غير حضاري أنت مع فرض عقوبات لمن يعني يتسببهم في وجود مثل السيارة مثل السيارة سواء المصدومة أو المركونة لمدة طويلة كلها تشويق المصدومة هذه ما فيها يعني حلولها سهلة جدا يعني يفترض من البلدية تشيلها تشيلها وبرضه يعني تلزم صاحب السيارة بغرامات ليش أنه ما تصرفها أو ليش ما شالها بوقتها ليش ما والوصول لصاحب السيارة بسهولة الآن سيارة تعتبر حتى لو طاحت لوحتها يظل رقم الهيكل يوصل للمالك طيب الآلية اللي تقترحها خلي تكلم عن شيء عملي يعني آلية مفترضة أنه تتبعها نقلنا جهتين معنية بالأمر اللي هي البلديات وكذلك المرور يعني والأمانة بشكل عام تكون هي معنية بهذا الأمر ما الآلية والحلول اللي تقترحها اللي يجب أن نسير عليها وتكون مساجلة يعني الأمر ما توقع أنه معقد لدرجة أنه توقع سيارات سنوات وهي في مكانها يعني بهذا الشكل لا 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 عبدنا ولا فيها أي تعقيد زي مع المرور الآن سلم كثير من مهام من جهات أو شركات أو مؤسسات عامة لتكون في تقدير الحوادث ومتابعة الحوادث وغيرها يعني أمور كثيرة الآن يعني سلمها المرور وسلمها الفحص الدوري وسلمها يعني مهمة المرور الآن فقط أنه يتفق مع شركة معنية أنه والله أي سيارة تشوفون عليها استكار مضى عليها أسبوعين شيلوه عارفت عليه وبنفس الوقت من اللي يدفع قيمة أجار والحمل وغيره يدفعها المالك مالك السيارة فحلولها بسيطة أنا تصور الرياض فعلا تتشوت الرياض جميلة في تخطيطها في شوارع وغيرها لكن لما تجد مثل هالسيارات فعلا أنك تجد فيه يعني فهر كبير بين شوارع المدن الخارجية وهنا بسبب أنا أعتبرها اللوحات مشوهة أعتبرها هذه يعني يعني مؤثر على النظر النظر الإنسان يعني تجد حديقة وتجد الرصيف مرتب وتجد سيارة مصدومة أو سيارة مركونة فهذه يعني ما في أي وجه شبه بين الموضوع يعني الدولة تبني وتحسن ولكن بعض المواطنين اللي هديم أو المقيمين يشوه الشوارع في مثل هذه المركبات طيب المركبات اللي لا يصلون لصاحبها قد يكون مثلا صاحبها كان يعمل وسافر ترك يعني عاجل أبلاجه مثلا إذا لم يتم التوصول أو الوصول لصاحب المركبة ما حالي بسيط المرور الآن عنده موقف كبير جدا أنا أتكلم عن مدينة الرياض موقف كبير جدا على طريق المكة شيء للسيارات يركنها فيها متى ما جاء صاحبها يتفاهمهم يتفاهمهم كم عليها الآن من غرامة وإسباب ركنه وإن كان وكثير وأنا يعني ربما أكد لك أن يمكن ستين إلى سبعين بالمئة لن يراجع بها أحد لأن معظمهم مسافرين معظمهم ماجا ومعظمهم يعني عليهم قضايا أمور أخرى بالعكس أنا شيء لاتهم من الشوارع أنا صور أنها تنقذ وتريح الناس لأنه فعلا في الناس يعني متأذين من وجود هذه السيارات المركونة وكل واحد يداري لآخر وكل واحد يخشى على أولاده وعلى أسرته من هذه السيارات المتوقفة ليظل أنها علامة استفهام مريبة أنا أتمنى الحقيقة هي رسالة للإدارة العامة للمرور رسالة كذلك للأمانات والبلديات الموضوع لا يستحق كل هذا النوم يعني النوم في العسل وأنه يرحم بعد شفنا حل يعني لهذا الموضوع يعني مفترض أن يكون فيه إجراء غريب الرياضة شوهت بهالسيارات صارت أوكار للرذيلة أوكار يعني لمن يعني يعني يتعاطون المخدرات حنا شفنا مقاطع شفنا آثار تعاطي مخدرات في بعض السيارات الموضوع صار له بعد أمني خطر أمني فهل الموضوع معقد لهذه الدرجة عبدا حتى تبقى سيارات سنوات شيء غريب صراحة شيء غريب شيء غريب ومؤلم أنا أتمنى يكون في حراك سريع عاجل لا يقبل التأجيل لهذا الموضوع شكرا لك يا دكتور إذا عندك شيء آخر نختم فقرتنا لا أتمنى إن شاء الله أنه أقول الحلقة يعني تصل الرسالة إلى أصحاب الشأن وأصحاب القرار لأنه نحن يعني كل فرد في مدينة الرياض أو غير مدينة الرياض أنا نصوره فيه بعد في المدن الأخرى أنه فعلا يصير فيه تنظيم سووا حملة يعني سووا حملة لمدة ما بي حملة حملة أنت يا أستاذ لا 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 بسأكسد الحين فنتكلم عن الموجودة الحين سووا حملة مدة سبعين نظفوا الرياض وغير الرياض من هالسيارات نعم بعدها شرعوا قرارات صارمة وتنظيم هذا نقول لازم سيكي تنظيم نعم تنظيم دائم وتعطي الصلاحيات يعني المباشرين للعمل يعني لا بدون مدارات جميل شكرا لك يا دكتور أهلا وصلاحنا أهلا وصلاحنا أهلا وصلاحنا أهلا وصلاحنا أهلا وصلاحنا فاصلا